أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على أهمية دور المؤسسات المصرفية والمالية في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية والدفع بعجلة النموي لمستويات أكثر تنافسية على كافة الأصعيدة مشير سموه إلى ما تحظى به المؤسسات المصرفية والمالية في مملكة البحرين من رعاية واهتمام عزز من إسهاماتها ضمن القطاعات الواعدة وخلق مزيدا من الفرص الواعدة لأبناء الوطن بما يرفض أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعى جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر القضيبية اليوم بحضور معالي شيخ سلمان من خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السيد رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير الشؤون مجلس الوزراء والسيد خالد حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية وفدا من بنك التنمية الرقمي حيث أشار سموه إلى النمو المتسارع الذي تشهده الخدمات المالية والذي يتطلب وضع المزيد من الخطط والمبادرات والاستراتيجيات بما يصب في رفع كفاءة هذا القطع لافتا إلى الدور الذي تقوم به المؤسسات المصرفية والمالية في إطار دعم مسارة التنمية الاقتصادية في مختلف المجالات تحقيقا للأهداف المنشودة مؤكدا سموه على أهمية مواصلة العمل على تعزيز موقع مملكة البحرين كوجهة استثمارية ومركز جاذب لمختلف الشركات الإقليمية والعالمية من جانبه أعرب وفد بنك التنمية الرقمي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد الرئيسي مجلس الوزراء على ما يبديه من حرص واهتمام بتطوير القطاع المالي والمصرفي متمنيا لمملكة البحرين المزيد من النماء والازدهار